اطلع مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهر العميد مفتي صمودة خلال نزوله إلى مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني سير العمل في استخراج البطائق الشخصية بالشريحة الدكية الإلكترونية وأوضح العميد صمودة أن هذه الخطوة ستسن في تقليص التلاعب والتزوير وخفض معدلات الجريمة وستساعد في ملاحقة مرتكبيها وكذا سرعة التعرف من هويات المواطنين والحصول على البيانات في أقصر وقت ممكن مؤكدا إن هذه الميزة تعطي فوائد للمواطنين واستخدامات كثيرة بطريقة سريعة وآمنة وتمكينهم من إجراء المعاملات الإذارية وكذا العبور من المنافذ وتضمن له بيانات بشكل آمن اشتركوا في القناة